إذن نتابع معكم وقائع التحدي الثاني في أمسية كورا هذا المساء من يحاول أن يمنع الكابتن حيدر محمود من التسجيل على المرمى الصغير هو من سيكسب هذا التحدي وصافرت البداية مع الكبير حيدر محمود تحدي الثاني وهو الدربة بالكورا يطبق ألاعب واحد من كل فريق الآن الدربة بالكورا من حول الشواخص ثم التهديف على هذا الهدف بعدها كورا أنا أرميها على الهدف بأقصى ما يمكن يقدر يقطع الكورا ينحسب إليه نقطة أوكي جاهز إذن مشاهدين للتحدي الثاني في هذا اللقاء إذن يستمر ويتواصل تحت أنظار الجميع مروا عدة ولكن فرصة خطيرة ولكننا عملين يستمر التحديات الكبيرة جدا المتواصلة المستمرة في هذا المشوار بين حسن عبد الحسين مهارة كروية كبيرة جدا حاضرة مستمرة متواصلة لاحظ 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 الله 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 تحدي كبير التحديات العالمية المستمرة المتواصلة في هذه اللحظات إمكانية العبور مر الحزد لان وحدثين لمسات نقلات ابداع مهارة كبيرة جدا مستمرة لان من جانبي حسن عبدالحسين لحظ السيد لان يتفنن يبدع يبهر لكل الحاضرين وكل المتابعين المتواجدين لمتابعة هذه المسابقة هنا في برنامج كرة للمقدم الكابتن الكبير عزيز إذن الصراع يستمر الصراع يتواصل في هذه اللحظات محمد كاذو إمكانية العبور مهارة كروية كبيرة وحدثين نقلات الله 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 مجد كرة تقدم إذن مبدع مبهر للحاضرين المتواجدين تحديدا في هذه اللحظات إمكانية العبور صيد على الكرة مروا عد لكن لكن اللقل الان ربما لجنة تحكيمية الحاضرة المستمرة للكابتن حيدر محمود والكابتن ليث حسين والكابتن هيثم كاذمة نجوم عراقية مرت على تاريخ الكرة اللي قدم العراقية على مر التاريخ يمس الكرة الان ادرب اللمسات عالمية سحرية متعة حاضرة مستمرة متواصلة في هذه اللحظات أي لحظات كبيرة الآن يستمر التحدي الثانية من مسابقة برنامس كورة تواصل في هذه اللحظات امكانية العبور مروا عدودار بكل فن بكل إبداع بكل مهارة لمسة ولكنها بأسرار وتحدي الناري إذا لانا يستمر الصراع ويستمر التحدي بين النجوم إذن امكانية زرقاء قادمة لانا من مدينة الصدر قطاعي تسعة وسبعين نقل من جانب مهيمنة مروا عدودار يبقى الصراع يتواصل بمهارة كروية ومفردات عالمية مهارة فن بداع مدرسة وهندسة الله 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 أيوا إبداعا يستمر أيوا إبداعا يتواصل نعف في هذه اللحظات يبهر لكل اللجنة الرياضية واللجنة التحكيمية الحاضرة في هذا المشوار الحاضرة بهذا الرهانة للكابتان الكبير حيدر محمود والكابتن ليث حسين والكابتن هيثم كاظمة للمتواجدين الحاضرين نعف للتاقم التحكيمي على هذه المسابقة الفات الموهوبة نعف في مدينة الصدر امكانية الآن ولكن فرصة ولكن إذن لانا تحدي استمر لقطاعي 72 تحديدا حمزة لانا مر بهذه النقلات وحدثين فرصة ولكن تالت وعبرت في هذه اللحظات لتستمر وتتواصل نعف في هذا المشوار لغة التحدي ولغة الفن ولغة الابداع والمهارة الكبيرة جدا الذي يتمتع بها بهذه الامتاع هذا حمزة هذا حمزة وحدثين يلعب كرة ولكن طالت وعبرت على الكلا فرص المبارات وفرص لانا فرص من المهارة الكبيرة جدا لاحظ لانا امكانية العبورة عروة دولانا السرعة الميدانية الجنونية الحاضرة في هذا المشوار إذن ينجح بالاختبار ينجح بالتحدي امكانية لانا الكرة الرابعة في هذه النمسات من جانب قطاع 72 هل سينجح لانا امكانية العبورة فرصة ولكننا إذن شاهدنا التحدي الثاني ومدى الصعوب بسبب تمريرات أو تزديدات الكابتن حيدر محمود كابتن ليف ترجمة نانسي قنقر